السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ذاك الزمان البعيد بعد وفاة نبي الله موسى عليه السلام ابتعد بني إسرائيل عن الحق فصلت الله عليهم ملكا ظالما هو بخت نصر فضمر بيت المقدس وعذب اليهود وأهلك الكثير منهم وأراد بخت نصر أن يقضي على كل ما يخص عبادة بني إسرائيل فأمر بجمع كتب الطورة وأمر بإحراقها ولم يبقى منها إلا نسخ قليل جدا أخفاه أصحابها ومن بينهم العزير كان العزير رجلا صالحا من بني إسرائيل وكان يحفظ الطورات عن ظهر قلب وذات يوم كان العزير يركب حمارة فمر على قرية خاوية من أهلها مدمرة مخربة فأخذ يتعجب وقال أن يحيي هذه الله بعد موتها قال العزير ذلك على سبيل التعجب فقد كان مؤمنا فأراد الله عز وجل أن يجعل العزير آية لقومه بني إسرائيل فأماته مئة عام وتبدل الحال وكما أحيى الله عز وجل تلك الأرض الخاربة أحيى الله عزير بعد مئة عام سمع العزير هاتفا يقول كم لبثت فاستعجب فهو لا يرى أحد فأجاب حسب اعتقاده أنه لبث يوما أو بعض يوم فرد الهاتف وقال بل لبثت مئة عام وأراد الله عز وجل أن يبرهن لعزير على قدرته المطلقة فأبقى الطعام سليما لم يتغير طعمه ولا رائحته ولكن أين الحمار أراد الله عز وجل أن يثبت له كيف يحيي الموتة وكان الحمار قد نفق وتحلل ومات فقال له وانظر إلى حمارك فرأى العزير العظامة البالية تتحرك وتشكل هيكل عظمي للحمار ثم بدأ اللحم والأعصاب يكسوها ثم الجلد والشعر ثم بعثه الله فقام الحمار واقفا فلما تبين قدرة الله عز وجل قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ثم عاد عزير إلى قريته وكان الحال قد تبدل بها أيضا فلا الناس ولا الملابس صارت كما كانت ذهب عزير إلى مكان بيته وسأل القوم أتعلمون من عزير؟ فقالوا نعم فقال لهم أنا عزير فضحكوا وقالوا لقد مات عزير من مائة عام فأنقروا جميعا ذلك وقالوا هناك عجوز تعرف عزير فلما أتت وكانت عمياء قال لها عزير أنا عزير فقالت له إن امرأة عجوز عمياء وكان عزير مستجابة دعوة فادعوا الله لي أن يشفئني ويرد إلي بصري فدعوا عزير الله فاستجاب الله وشفاها فلما رأت العجوز عزير قالت نعم أنت عزير فأقبل الناس على عزير وأحبوه لأنه أعاد إحياء الطوراة وعلمهم الطوراة وكتب لهم الطوراة وبعد أن أحبوه قدسوه وقالوا قولا عظيمة قالوا عزير بن الله أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير قال أعلم أن الله على قرية